أكد المناصق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية في مصر السفير هشام بدر أنه يتم تنفيذ المبادرة بمحافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية وتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية من خلال وضع قريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الزكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها جاء ذلك في كلمة السفير هشام بدر لفتتحية للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك خلال الاجتماع الخاص الذي نظمته الأمنة العامة لجامعة الدول العربية للتعرف على هذه المبادرة بحضور شركاء التنمية وممثل عدد من الدول العربية أضف السفير هشام بدر أن المبادرة نموذج يحتزى به في العالم باعتبار أنها نابعة من المواطن المصري وليس من الحكومة وأن المشروعات التي تشملها المبادرة تتضمن حلولا للتحديات القائمة نهاردة عقدنا الاجتماع بناء على راقبة الجامعة العربية في نشر الوعي بهذه المبادرة لأن يمكن يكون الاستخدامة أو الاستفادة منها من الدول العربية الأخرى الشقيقة تالي قمت بعرض المبادرة والنجاح اللي حقيقته مصر في قوم 27 من خلال هذه المبادرة لأمم المتحدة لتنم أنجح المبادرات وكان فيه اهتمام من الدول العربية بهذه المبادرة والاستماعي نتائجها وكيف أن مصر نجحت في مبادرة غير مسبوكة عالميا أنها تعرض مبادرة للمئة مليون مواطن أنهم يقدموا مشروعات خضراء وزاكية مشروعات بتخدم البيئة مشروعات بتقلل الطاقة مشروعات بتقلل انبعثات مشروعات بتعيد المخلفات استخدام مخلفات هكذا ومشروعات قدرة تتقدم حلول يعني الفكرة الكلمة السحرية أن هي بتقدم حلل لتحديات مجتمعية ومحليات فهي مبادرة ليس فوقية من فوق لتحت لكن بتنبع من مواطن